نتحول إلى البرصة المصرية حيث أنهت البرصة تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من قبل المتعاملين العرب وسط إحجام تداول منخفضة وقد ربح رأس المال السوقي نحو 6 مليارات و 400 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 748 مليار و 221 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX30 بالنسبة 98 من 100% ليغلق عند مستوى 11603 نقاط كما ارتفع أيضا مؤشر EGX70 والذي ارتفع بالنسبة 51 من 100% ليغلق عند مستوى 2151 نقطة كما صعيد أيضا مؤشر EGX100 والذي ارتفع بالنسبة 51 من 100% ليغلق عند مستوى 3171 نقطة نتحول إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 15 جنيها و 66 قرش شراء و 15 جنيها و 75 قرش للبيع اليورو سجل 17 جنيها و 63 قرش شراء و 17 جنيها و 74 قرش للبيع في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 21 جنيها و 11 قرش شراء و 21 جنيها و 24 قرش للبيع وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي اليوم 4 جنيهات و 26 قرشا شراء و 4 جنيهات و 29 قرشا للبيع في حين وصل أريال السعودية إلى 4 جنيهات و 17 قرشا شراء وأخيرا 4 جنيهات و 20 قرشا للبيع